يقول إنني أعمل حلاق عند أحد الإخوة وهو يقول لي لا تحلق اللحة للزبائن لأن حلاقة اللحة حرام مع العلم بأنني لا أعمل غير هذه المهنة ولا أستطيع أن أغيرها والزبائن تغذب مني بذلك الأمر وبعض الزبائن ملتحن ولكن يأخذون منها ويريدون أن أقص لهم بهاهم حتى تكون مهزبة قريبا من الحلق هل يجوز لي هذا أو لا يجوز مع العلم بأنني لست مزعين هذا العمل محرم ولا يجوز لك فعله حتى لو أمرك صاحب المحل به إنه لا يجوز لك عمله قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق بما فيه الخالق كيف هو صاحب المحل ينهات عن ذلك ويمنعك منك فهذا محرم ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وترك هذا العمل لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا توفيرا لها وإكرامها وذلك على لثام رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وفروا لها أكرموا لها أرسلوا لها أعفوا لها بأحاديثة فيره الصحاح وأمرنا بمخالقة المجوس مخالقة المسيكين لمن أحلقون لها فتوفير لها وإكرامها وإرسالها أمر واجب وإحلقها أو قصها أو أخر شيء منها محرم لأنه معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم وأما قولك إنك معكاد على الشيء فهذا ليس عذر فكياد المعصية هذا ليس عذر للإنسان هذا يدل على عدم المبالاة بارتكاب المحرم وهذا لا يليقب المسلم لا يليق بك وأنت مسلم أن تستهين بما حرم الله سبحانه وتعالى الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وأن تترك هذا العمل وأن تقتصر على الحلق المباح حلق الرؤوس وجز الشوالد أو قص الشوالد هذا الذي أباحه الله سبحانه وتعالى أو شرعه لعباده وكون الزبائن يغضبون أو لا يغضون أو يطلبون منك هذا الشيء لا يجيز لك عمل إنه لا طاعة لمخلوق ومعصية الخالق لا يجيز لك أن توافق الجبائن الذين يريدون الحلق لحاهم أو قصة لحاهم توافقهم على رعبتهم لأن هذا أمر محرم بإذنكم الله خير ورحمة الله